أصدر الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس الانتقالي اليوم المرسوم الدستوري رقم 21 بتشكيل مجلس السيادة الانتقالي على النحو التالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن البرهان رئيسا الفريق أول محمد حمدان دغولو موسى نائبا للرئيس الفريق أول ركن شمس الدين كباشي إبراهيم عضوا الفريق روكون ياسر عبد الرحمن حسن العطة عضوا الفريق مهندس مستشار بحري إبراهيم جابر إبراهيم عضوا السيد مالك عقار إير عضوا السيد الطاهر أبو بكر حجر عضوا السيد الهادي إدريس يحيا عضوا السيدة رجاء نيكولا عبد المسيح عضوا السيد يوسف جاد كريم محمد علي يوسف عضوا السيد أبو القاسم محمد محمد أحمد عضوا السيد عبد الباقي عبد القادر الزبير عبد القادر عضوا السيدة سلمة عبد الجبار المبارك موسى عضوا يذكر أن تعيين ممثل شرق السودان تم إرجاؤه إلى حين استكمال المشاورات بشأنه ويسري المرسوم واعتبارا من تاريخ التوقيع عليه موسيقى موسيقى